الأنظمة الغذائية الغنية بالدهون قد تزيد إنتاج الخلايا الالتهابية في نخاع العظام، مما يعرض الإنسان لخطر الإصابة بالسمنة. هذا ما خلص إليه بحث جديد تابع لجامعة تورينتو. وجد أن الأنظمة الغذائية عالية الدهون تؤدي لزيادة إنتاج الخلايا الالتهابية الوحيدة التابعة للجهاز المناعي، مما قد يؤدي إلى سلسلة التهابات تشمل نخاع العظام. وبالتالي، تراكم هذه الخلايا قد يعمل على تراكم الأنسجة الدهنية في كامل الجسم. كما لاحظ الباحثون أن الأنظمة الغذائية الغنية بالدهون قد تعيق التمثيل الغذائي، وقد تجعل الخلايا المناعية الالتهابية تصبح أقل كفاءة في تكسير السكر وتحويله إلى طاقة. لكنهم أشعروا إلى أن هذه النتائج غير كافية وتحتاج إلى مزيدا من البحث والتدقيق فيما يتعلق بالنظام الغذائي والسمنة والأمراض المزمنة وارتباطها بتركيبة نخاع العظام.